الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع حفظ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من سورة غافر من الآية الرابعة والثلاثين إلى الآية الخامسة والثلاثين موضوع الآية الكريمة تذكيرهم بما فعل آباؤهم الأولون تذكر من ومن الذي يذكر الذي يذكر هو مؤمن آل فرعون يذكر بما فعل آباؤهم الأولون يعني اليهود مع يوسف عليه السلام من تكذيب رسالته ورسالة من بعده أو ما فعل أباؤهم الأولون يعني من أتباع فرعون مع يوسف عليه السلام من تكذيب رسالته ورسالة من بعده ومع شرح اليهات الكريمة حتى نحفظ بفهم قال جل وعلا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لأي يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مكتا عند الله وعند الذين أمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون وإحنا بنحفظ نجيب كده وقال فرعون مع مكرر الحفظ اللي هو بتاعي اليوم عشان نربط الآيات وبعض إن شاء الله تبارك وتعالي شرح الأهل الكريمة ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى بالبراهين الواضحة على توحيد الله عز وجل فما زلتم في شك وتكذيب لما جاءكم به حتى إذا توفي ازددتم شكا وارتيابا وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا يعني ما فيش رسول بعد يوسف عليه السلام مثل ضلالكم هذا عن الحق يضل الله تبارك وتعالى كل من هو متجاوز لحدود الله تبارك وتعالى شاك في وحدانيته عز وجل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبرمكة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين يجادلون يعني يخاسمون في آيات الله تبارك وتعالى ليبطلوها بغير حجة ولا برهان أتاهم كبر جذالهم بغضا عند الله عز وجل وعند الذين آمنوا به وبرسله كما ختم الله عز وجل على قلوب هؤلاء المخاسمين في آياتنا لإبطالها يختم الله تبارك وتعالى على كل قلب مستكبر عن الحق متجبر فلا يهتدي إلى صواب ولا يرشد إلى خير يستفاد من الآيات الكريمة ما يلي أولا يستفاد الجدال لإبطال الحق وإحقاك الباطل خصلة ذميمة وهي من صفات أهل الضلال الجدال يعني الشخص اللي هو بيجادل يخاصم لإبطال الحق يعني الحق واضح بيت ومع ذلك ويصر على الجدال لإبطال هذا الحق ولإحقاك الباطل عايز يكر الباطل اللي هو عليه هذه خصلة ذميمة صفة ذميمة وهي من صفات أهل الضلال والعياذ بالله كذلك يستفاد التكبير مانع من الهداية إلى الحق التكبر مانع من الهداية إلى الحق فإياك والكبر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كذلك يستفاد إخفاق حية للكفار ومكرهم لإبطال الحق فقد وضح الله تبارك وتعالى وبين الله عز وجل ومع تكرار الآيات الكريمة حتى نحفظ بفهم مع شروط التكرار الأربعة ضع إصبعك على الكلمة وقرأ معي بصوت مسموع وانظر إلى الآيات وتفكر في الآيات الكريمة في حال التكرار بنية التدبر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتابا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتابا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتابا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مكة عند الله وعند الذين آمنوا كبر مكة عند الله وعند الذين آمنوا كبر مكة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتابا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مكة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مكة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مكة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لمسات بيانية في الآية 35 في قوله تبارك وتعالى يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الكبر مانع من الهداية إلى الحق يعني أنت لو عندك كبر لا تتعلم الحق ولا تهتدئ إلى الحق هل أنت متكبر نعوذ بالله تبارك وتعالى من الكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فنعوذ بالله تبارك وتعالى من الكبر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلي وصحبي وسلم